موسيقى بانه سيكون هناك اشهر او سنوات قبل ان نقترب من الطبيعة والامور الطبيعية سؤالي لكم انتم الاثنين اما فعلتماه لحد الان وما قلتماه وما قلتما بانكم ستريدان ان تفعله في 2021 لماذا ينبغي على الشعب الامريكي ان يثق فيكم اكثر من خصمكم للتعامل مع هذه الازمة السحية الان السؤال لك انت ودقيقة مئة الف من الوفيات واكثر من سبعة ملايين اصابة في الولايات المتحدة نحن بكل تأكيد لدينا اربعمائة نمثل اربعمائة من سكان العالم ولدينا عشون بالمئة من الوفيات اربعون الف شخص يمرضون يوميا بكوفيد هناك بين سبعمائة وخمسين او الف يموتون يوميا وهو طبعا لا يقول اشياء كما هي واذا القضية الان الرئيس ليس لديه اي خطة لم يضع اي شيء انه كان يعرف في فبراير مدى خطورة هذه الازمة كان يعرف بان هذا الوباء قاتل وفتاك ما فعله وهو مسجل قال بانه لم يقل لنا ولم يحذرنا لانه لم يكن يريد ان يخفنا انتم تعرفون هو هو الذي اثار هذا الخوف والقلق ماذا فعل طبعا كان يؤكد بان الناس الذين هم في الصين ينبغي ان يذهبوا الى ووهان ليعرفوا مدى خطورة الامر هناك لم يسأل حتى شيء ليفعل ذلك قال بان شيء كان يقوم بعمل رائع وقال بامتنن لانه نزيه وشفاف ثم ما فعل بعد ذلك انتظر وانتظر وانتظر وليس لديه خطة انا انا في مارس ذكرت ما ينبغي علينا فعله ووضعت ايضا في يوليو ما ينبغي علينا فعله ينبغي ان نقدم كل الادوات الوقائية وحتى الاموال للناس حتى يتمكنوا من الخروج ونساعدهم في الحصول على المساعدة وفتح المدارس والمتاجر وغيرها عليك ان تخرج من ملجأك وتخرج من ساحة او ملعب الغولف وايضا ترى ما يمكن فعله لانقاذ حياة الناس حسنا اذا ما استمعنا اليك لديك دقيقة اذا ما استمعنا اليك فالبلاد كانت سوف تكون مفتوحة وملايين الاشخاص كانت سوف تزمتون لا تفقت لأسين الف هذا هذه الازمة تسببتها الصين وقد اوقفتها ولكن هي السبب فيها ولكن عندما تتكلمون عن اشخاص انتم لا او عن ارقام انتم لا تعلمون كم شخص توفي في الهند وصين وغيرها من الدول ولكن اذا ما كنت تنظر لما فعلنا قلتم اننا اغلقنا البلاد قلتم اننا عنصريين حسنا انتظر قليلا انت لا تعتقد انه كان يتعين اغلاق البلاد لان الامر كان رهيبا انت لما كنت اغلقت هذا البلاد لثلاثة اشهر دكتور فوشي قال ان السيد ترامب انقذ ملايين او الاف الحياة وقد قام بعمل مذهل ورائع انظر الى ما قالها الحاكم قال انه انني كنت باداء جيد ولكن الاشخاص الذين ليسوا الى جانبي حتى الاشخاص الذين لم يكنوا الى الجانبي كانوا يظلمون انني كنت بعمل رائع لقد انتجنا جهاز اجزة تنفس واقنع ونحن نقوم ونرى ان عدد اقل من الاشخاص يموتون عندما يصابون بهذا الفيروس الامر الذي لم انجح فيه هو الاخبار المضللة مهما فعلت الاعلام دائما سوف يقوم بالاخبار الزائفة هذا هو الامر ولكن سأقول انا لا افترس لامر الاعلام ولكن لم تكن لتكون قادرا على ما كنت به امر اعرف كيف اقوم بالوظيفة اعرف كيف اعرف انا اعرف